التطبيق بدأ لأقوى حركة بتغيير مسار الانترنت في السعودية وأيضاً أبل مخططة على حركة تغيير مجال التصوير وأيضاً المنافسة وبالتأكيد اللون الذي تسرب من سامسونج روسيا أجمل لون قادم للنوت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول في التقنية والعلوم وبدأها أول شيء باللون الحلو اللون الحلو الذي سربته سامسونج روسيا وليس سربته بالخطأ وضعه على موقعهم اللون الجميل هذا تسربه وتأكد معاً أنه هناك نوت 20 ألترا قادم نعم، هذا الجوال الذي كان يتلغي بعد أن يحدث وكان هناك كلام كثيرة عنه لا، واضح أن هذا الجوال قادم مع الساعة ومع حركات جداً كثيرة ولكن مجموعة الأجهزة التي تأتي من سامسونج مع تمرهم المتوقع في 5 أغسطس أجهزة كثيرة نتكلم عن فولد النسخ الثانية أيضاً نتكلم عن أجهزة النوت الثلاثة نتكلم أيضاً على السابن كسلسلة أتاب الجديدة ونتكلم عن الساعة مجموعة أكسسوارات وأشياء أخرى مثل السماعة الكيلل التي تسربت مثل الساعة أشياء كثيرة تظهر مع هذا المؤتمر متشوق جداً لمؤتمر أغسطس باقي شهر فهانت رسمياً في المملكة العربية السعودية وابتداء من تاريخ 1.7 تم فتح النطاق العريض لشركات الاتصالات في المملكة هذا الأمر مهم ويجعل المنافسة على أشدها ويجعل المتميز يتميز أكثر الآن لو تكلمنا عن أي شخص لديه ألياف في بيته هذه الألياف ممددة بحكم العمل لدينا في المملكة من أحد شركات الاتصالات النظام الجديد يجعل كل شركات الاتصالات لها الحق لإيصال الإنترنت لأي بيت ما دام عنده فيبر والسبب هو الاتفاقية بين شركات الاتصالات التي تقدم خدمات الإنترنت ففتحوا المجال ويجعلوا إمكانية استخدام الألياف من الشركة التي تختارها بغض النظر عن الشركة المالكة للألياف التي في منطقتك يعني لو تساكن في منطقة فيها فيبر من شركة ثانية وحاب تشترك في أحد باقات بيتي فيبر مثلاً من STC تستطيع وفي كل بساطة تحول إتصل على 900 ويخدموك الموضوع صار بهذه السهولة ولم يحدث من الشركة التي لديك وهل يمكنك إنترنت كويس أو لا؟ هل عجبتك باقاتهم أو لا؟ فتخيلوا كمية المنافسة التي تحدث على المنازل من مختلف الشركات للاتصالات فكل واحد يتميز وتسألوا لماذا أشترك مع هذه الشركة وليس مع هذه الشركة مثلاً، لو قلنا باقات STC سنجد باقات من 100 إلى 500 ميجا كسرعة إنترنت وعندهم أرخص باقة 100 ميجا بايت إنترنت وهي تقريباً 250 ريال بيتي فيبر 100 وهذه الباقة مع الخدمات الإضافية التي تضعها مثل جوي وغيره من الخدمات التركية بالتمييز في التنفيذ والأشياء كلها لما تميز هذه الباقة والباقات الأخرى ستجعل الناس أقرب لأنهم يختاروها فالمنافسة ستكون على أشدها ما بين الشركات فنحن المستخدمين سنحصل على أفضل خدمة وبالتالي المنافسة ما بينهم ونحن الرابحين دائماً والباقة التي ذكرتها أرخص شيء سأضع لكم رابط تحت من خلاله ستجدوا كثير معلومات عن كيف تنقلوا لSTC وباقتهم وأنتقل لشبكات الاجتماعية والتحديث القادم من شركة واتساب ونتحدث عن النمط الليلي جاء على واتساب ويب وأيضاً إمكانيات أخرى جاء مع المكالمات الجماعية وتكبير أحد الفيديوهات والاستكارات جاءة والكيو آر لأنك تضيف جهات الاتصال من خلالها وميزات أخرى لأنها واتساب فشيء جيد سيأتي مع التحديثات تدريجياً للمستخدمين الأخبار الكورية تنقل خبر من سامسونج أنه رسمياً ينسحبه من مؤتمر إيفا هذه السنة فهو مؤتمر يحدث في برلين كل سنة تقريباً في سبتمبر من خلاله يجتمعوا كبار شركات التقنية ويعلنوا عن جديدهم رسمياً سامسونج انسحبه تقول أنه خايفين على موظفينها وخايفين أيضاً من التجمعات معاهم حق وأظن أصلاً أن المؤتمرات بعد الجائحة والشيء الذي ترى من بداية السنة إلى الحين كثير منها يبدأ ينكمش ويكون حضور المؤتمرات أونلاين والميزات الموجودة في نقل الأخبار ستتركز على الشركات بإقامتها للمؤتمر فكل شركة وقوتها يقدروا يجيبوا فوكس أكثر عليهم وبالتالي زخم إعلامي أكبر لهم من أن تتشتت الأخبار على مجموعة شركات كثيرة مجتمعين في مكان واحد وإنما رأيكم؟ وأنتقل الآن وأقول أن أبل يمكن أن تغير اللعبة للمؤتمرات الجوالات حسناً، الحلقة الماضية تكلمت عن خاصية التصوير 240 إطار في الثانية لكاميرات الآيفون القادمة شيء متوقع لقى أحد المطورين بعد تفكير كلها أن نستطيع نسخة iOS 14 بيتا وجدوا أنه في هذه اللمحات فبالفعل يمكن كاميرات البرو أو البرو ماكس تأتي بقدرات جداً عالية مع نفس قدرة اللايدار وقدرات أخرى مع الآيفون 12 اللي مترقبين لنهاية السنة ولكن ماذا تعني قدرة ٤ك و ٢٠٠ إطار في الثانية؟ من الحلقة الماضية إلى الآن وأنا أفكر أبل لماذا تقوم بعمل ذلك؟ ولماذا ستقوم بأن تضع لنا ٢٠٠ إطار في الثانية على الجوال؟ هل نحن محتاجين هذا الأمر أو لا؟ وجدت أن أبل تقوم بعمل شيء في كاميراتها لأخر كم سنة وهذا الشيء كثير مننا التقنيين وكل واحد يجرب آيفوناتهم وقدرة الكاميرات يقول أنه ممتازين من ناحية كفاءة الألوان والتلوين في الصور وأيضاً قدرات الفيديو كثير منها يتأخرون فيها ولكن عندما يجيبوها يجيبوها بكفاءة جداً جيدة فأيضاً شيء لجبالي أن هناك تطبيقات مثل سناب شات وإنستجرام تطبيقات مهيئة أكثر للتعامل مع الآيفون فصنع المحتوى يميلوا ببعض الأحيان إذا لم يكن كثير من الأحيان للآيفونات لصناعة المحتوى يسألني كثير من الناس عن أفضل جوال لصناعة محتوى منزلي أعطي أكثر من خياره بالتأكيد واحد من هذه الخيارات يكون الآيفون يوجد سهولة في التحرير و سهولة في التصوير وقدرة ممتازة أبل إذا قادت تسوي حركة تقوية الكاميرا حقتها سيكون الآيفون أيضاً بديل ممتاز لكاميرات DSLR في المستقبل لصناع المحتوى ونعرف أن الصناع المحتوى فئة ضخمة كبيرة تزيد في العالم كله فكل دولة فيها ألاف مصنعين المحتوى فإذا فيها ألاف الناس الذين يحتاجون لصناع المحتوى عندما يكون لديها قدرة تنافس كاميرا نفس الـ DSLR نعرف أن هذه القدرة جيدة أي لقطة ترونها بهذه الكاميرا كانت بالآيفون والكاميرا الأمامية وقامت بـ Full HD 60 إطار في الثانية على الآيفون وهذا الآيفون 11 برو ماكس نعرف أن الأيفونات تقدم شيء جيد ولكن أبل إذا بالفعل تركز على جودة الكاميرا مع النضوج في الجودة ليس فقط خصائص، يمكن أن يكون هناك شيء صح عندها لأنهم يجبون تطبيقات معهم وبحزبهم ويجبون جودة الكاميرات بشكل جداً قوي في جوالاتهم فبالتالي صناع المحتوى يستطيع اعتمدوا بشكل كامل على الأيفون في صناعة المحتوى كما يحدث هناك الكثير من صناعة المحتوى على انستغرام وفيسبوك وفيسبوك ما هذا الوضع؟ هل أبل بالفعل يمكن أن تكون هذا الجرال؟ هذا هو التفكير الذي جاءت بالي أن أشاركه معكم وأرى بعد سنتين سنرى هل هذا الأمر حقيقي أو لا؟ هذا الآيفون هو الجهاز المفضل لصناعة المحتوى أو لا؟ موضوع الثاني مع أبل ومعالجات أرم، وهي المعالجات التي يصنعها ويضبطوها في الهندسة مع أحد الشركاء أرم، الآن نتحدث عن معالجات من صناعتهم، ستقدر تجيب كفاءات عالية كما حصلت على منظومتهم باستثناء اللابتوب بعد فلو جاءت معالجات أرم، وجبنا أحد حقوق الملكية الفكرية التي سبق وقدمتها أبل للابتوب يضع في الجوال نهج ديكس الموجودة من سامسونج ونهج ويندوز ومايكروسوفت عندما تظهروا لنا جوال، سنعرف أن أبل أيضاً ستعطينا جهاز في المستقبل بسيط سعره، طبعاً بسيط عند أبل، ألف دولار أو شيء، ولكن آيفون تركبه على هذا الجهاز أو توصله فيه والمعالج وقدرة الجوال مع المعالج أرم الموجود في اللابتوب سيعطيكم لابتوب بنظام ماك أو اس بشكل جداً كامل وأموركم تماماً ساعتها المنافسة، ماذا يحدث فيها؟ بالفعل، ساعتها يخوف الوضع أبل ستقدر تأكل أكثر وأكثر بالسوق لأن الوحش الذي كان يأكل في أبل واسمه هواوي يحاولون أن يطيحون في الأرض بشتى الطرق هل موافقين أم لا؟ على هذا الكلام الفيدرالكوميليكيشن كوميشن في الولايات المتحدة الأمريكية تدرج شركتين شركة ZTE وشركة هواوي على أساس أنهم شركات يعرضوا الأمن القومي للخطر وبالتالي التعامل معهم سيكون أصعب، يعني فوق التعويض الذي دفعوا ZTE قبل كم سنة وهناك تبعات كبيرة للخبر، ليس بهذا تفصيل الخبر العام، ولكن يظل الحرب القائمة على الصين والتكنولوجيا الموجودة في الصين جداً كبيرة نتحدث عن أمور السيكوريتي وأمور الخصوصية والأمان وتيك توك والأخبار الكثيرة التي نسمعها عن خطورة هذا التطبيق وأيضاً الشركات الصينية التي تتجسس علينا من خلال تطبيقات وأجهزة شيء حير شيء صعب، ولكن المنافسة ضد الصين على أشدها كان قائد هذه المنافسة أو الحرب ضد الصين والولايات المتحدة الأمريكية وصارت معهم الهند، فالوضع الآن غريب عجيب مع نفس هواوي وشركات الصينية وآخر خبر هو معالجات كوالكم الجديدة المخصصة للملبوسات الذكية وجدت جيل جديد الجديد يقلص حجم الأركتكتر أو المنظومة الهندسية لـ 12 ميلي متر فهنا نعرف أنه قدرات إضافية أيضاً مع المعالج مثل دعم كاميرا 16 ميجا بيكسل على الملبوسات وأيضاً دعم أشياء أخرى في نفس الجهاز كأداء أكثر بـ 85% عن النسخة التي قبلها وأيضاً قدرات معالج الأدرينو ودعم شبكات LTE في الاتصال وغيرها من الأشياء والله يصدر على مستقبل كوالكم وإنتل لو نعرف إنتل وكمية المؤتمرات التي حضرت لهم معها كمؤتمرات الإسف ومسابقات إسف إنتل ساينس إنجينيرينج فير نتكلم عن مسابقات في العلوم والهندسة من إنتل شيء عالمي شيء ضخم شيء في عشرات الآلاف من الناس والحين قاعدت تعاني فالشيء الذي تعمل هو شركات تصنيع التقنيات بأنها تتحول لقطاع تصنيع وإنتاج وقطاع مالي وقطاع تسويقي شيء عجيب الذي يحدث في عالم التقنية والمستقبل بالتأكيد للشركات التقنية وبإذن الله إحداث ثورات تقنية في العالم العربي يكون شيء قريب بإذن واحد أحد قولوا أمين معي والله يسرها يا رب العالمين حلقة كانت رائقة وخفيفة وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك أتوب إليك ولا يفوتكم فيديو ساوند ايكس من واوي سأشاهدكم عليه سماعة مرة رائقة بدل واحدة اثنين وقاعدت تصنيفهم تجارة كثيرة وكان شيء مجنون